بالنظر العسكرية لانضمام دول جديدة إلى حلف الناتو باعتقادك هل هذا يشير إلى اقتراب معركة عسكرية أو إلى ماذا يشير عسكرياً بالنسبة لانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو المعركة العسكرية لا تفرضها انضمام الشويد وفنلندا أو من عدم انضمامه المعركة العسكرية إذا حصلت هناك بنود أكثر خطورة بكثير من انضمام هاتين دولتين هذه واحدة الثانية نلاحظ أن الحرب الآن الحرب الديبلوماشية أو الحرب السياسية بدأت تأخذ طابق اختطاف الحلفاء فالغرب أول اختطاف حقق به انتصار كبير جداً هو اختطاف إسرائيل من حضن بوتين وبالتالي خسر بوتين خسارة كبيرة على المياه الدافئة وبسوريا نعود إلى تركيا من يريد أن يتعلم السياسة فليتعلمها من الأتراك وهنا أنا لا أشير إلى جهة معينة الأتراك بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية يجيدون هذه اللعبة بشكل دقيق جداً وبشكل مدروس يعني ليس لدى الأتراك تبويس شوارب وليس لدى الأتراك ردات فعل قاسية قد يقوده عدوه إليها هكذا هم الأتراك أضف إلى أن تركيا بشكل دائم ولمسناها لدى كافة الأتراك الأمن القوم التركي هذه القدسية يجب الحفاظ عليها وهي أعلى شيء لديهم هنا عندما تأتي الشويد وفينلندا ويقف قبولهم من عدمه على موافقة تركيا لأن تركيا دولة في حلف الناتو وكل دولة في الحلف لها فيتو يعني لا يحق ضم أي دولة إذا اعترض عليها عضو واحد من الناتو هذا بالنسبة لموافق الناتو لكن عسكرية مرة أخرى بالنسبة لو سمحت سريعا سيدة العقيد بالنسبة لمواجهة روسيا مع الناتو أصل المشكلة هي أصلا كما يقال هي بين الناتو وروسيا ماذا يعني انضمام السويد وفينلندا لحلف الناتو انضمام السويد وفينلندا يعني اقتراب هذه الأسلحة الغربية المتطورة إلى خاصرة روسيا لذلك يعني روسيا تحاول قدر الإمكان إبعاد هذا الشبح وعلى العكس تماما هي أصلا أنا أرى أن الرش عندما هددوا الشويد وفينلندا بقصد تطويعهم وضمهم إليهم أو على الأقل إلا التعاطف معهم لكن الذي حصل أنه هو العكس وتركيا يعني ستقبل بانضمام الشويد وفينلندا لكن بعد أن يعني تأخذ الضمانات الكافية من عدم دعم البككة والبيان ساعدة اشتركوا في القناة